السلام عليكم ورجعنا لكم فيديو جديد وهذا المرة عندنا أداة روعة داخل ويندوز هذه الأداة ستجعلك تحدث كل البرامج والأداة التي موجود على ويندوز مالتك بدون الحاجة إلى أنه ترجع إلى مصادر هذه البرامج وتحملها وتنصبها من جديد بضغطة زر فقط تافع أنه تجعلك تحدث كل البرامج التي على ويندوز دون كيف؟ خليكم تابع وياهنا خلي روح لدوز كيف تسمها ويندوز طبعاً اللينك مالتها راح ترك لكم إياه بأسفل الفيديو تأخذوا بهذا الشكل وتروحون على المتصفح وتلصقون الرابط تدخلون عليه راح يطلع لكم الأداة داخل موقع الديوز الخاص بمطوري البرامج تنزل تحت عندك هنا آيقونة أو زر الدونلود تدوس عليه ويقوم بتحميل يعني تحميل البرنامج بشكل مباشر هاني لأنه وحملتها مرة حملة مرة أخرى خزنا بالمكان اللي تريدها وليكن سطح المكتب وتقول له سيف راح يحمل عندك طبعاً حجم الأداة ما يتجاوز الميت ميجا وأقل بعد تحميل الأداة تنزل عندك الأداة بهذا الشكل تقوم بتنصيبها تفتح الأداة بهذا الشكل وتختار اللغة اللي تريد تنصب بها الأداة طبعاً معلسف ماكو لغة عربية لحد لان ولكن بها لغات كثيرة من ضمنها الإنجليزية تقول له اوكي ونكس بعدها تختار مكان تثبيت نكس هنا تختار نوع التثبيت تخلي تريد هناك قورتابول تريد اعتيادي يخلي الاعتيادي وتقول له نيكس تقول له انستل راح يتنصب عندك بشكل كامل بعد ما تنصب الأداة راح تشوف أنه رايقونا ما الأداة ظهرت عندك على صفح المكتب بهذا الشكل هاي الأداة طبعاً بعد ما تقوم بفتحها راح تجيك هذه الواجهة اللي تشوفها أمامك هاي واجهة البرنامج الرئيسية هتروح على السوفتوير أبديت بهذا الشكل راح تشوف عندك العدوات كلها أو البرامج كلها اللي لها تحديث حالياً وأنت ترجع تستخدم الإصدار قديم منها طبعاً تقدر تحدد الأدوات كلها أو البرامج كلها اللي تريد تحدثها عن طريق الضغط على هذا الزر أو تلغي التحديد عن طريق الضغط على هذا الزر الآخر نحن نريد نحدد الكل ونستثني منها البرامج اللي أنت تستخدمها بإصدارها الحالي ما تريد تطورها لأي سبب كان إذا كانت مثلاً نصبها بشكل غير شرعي أو غيرها من الأمور على العموم هاي الأدوات كلها البقية أدوات مجانية أريد أن أحدثها بشكل كامل هذا البرنامج بعد ما تقوم بتحديد الكل بهذا الشكل قل له أفديت سلفتد فاكيجز ندوس على هنا على المنطقة سترى أنه هو الأداة تتناول البرامج واحد ثلوة الآخر وأتقوم بتحديثهم بشكل تلقائي مثل ما راح أشوف حالياً هو جاي تحدث مثل ما أشوف الكانفا فهنا عملية الانتظار جارية مثل ما أشوف جاي يحمل بالخلفية أو بالباكراوند جاي يقوم بتحميل الأداة راح يشوف شلون راح يقوم بعملية تنصيبها طبعاً تقدر أثناء عملية تنصيب تلغي الأدوات اللي ما تريد تحملها أو ما تريد تحدثها غير نلغي كوحدة من هذول الأدوات حتى أن نستفد منها بتكملة الدرس راح أكتفي فقط بالوين رار والكانفا البقية كلهم راح ألغيهم بهذا الشكل مثل ما أشوف عملية التحديث جاء تقدم حالياً ومحمل 113 ميجا بايت من أصل 140 خلين ننتظر بعد مثل ما أشوف حمل الفاكيجو حالياً جاي يقوم بعملية تنصيبها طبعاً بدون تدخل منك فقط تدوس على زر واحد واز يقلك كانفا واز ابزيت السكتسفولي واختفت من التحديثات تجاه على بعده مثل ما أشوفه جاي يحدث الوين رار اللي هو الستة بوينت اثنين عندي للوزار الستة بوينت اثنين وحدث وكمل واختفى عندي أسا لو جينا حدثنا القائمة اللي موجود عليها قائمة البرامج اللي موجود عليها تحديثات راح نشوف أنه مثل ما أشوف اختفى عندي الوين رار والكانفا لأنه حدثوا بشكل كامل هاي طريقة الأولى لتحديث البرامج طبعاً هاي الأداة مجانية بالكامل وآمنة بشكل كامل لأنه مفتوحة المصدر وتقدر تستخدمها بدون أي مشاكل طبعاً بعد ما تقوم بعملية فتح الأداة يعني بعد ما تنصبها للمرة الأولى يطلع لك عدة خيارات من ضمنها الديفولت تدخل على الديفولت لا تدخل على خيارات المستخدمين المتقدمين ولا على خيارات اللي يتيح لك بها مساعدتك أثناء عملية التحديث فقط اختار الخيار اللي بالوسط اللي هو الديفولت وراح يطلع عندك الواجهة عندك الواجهة بهذا الشكل وطبعاً مثل باتفقنا نروح على سوف سور ابدأ تطلع لك البرامج اللي قابل للتحديث وان طريق الضغط على هذا السر تحدث عندك بشكل كامل طبعاً انستولد فاكيجز او الفاكيجات المحملة او المنصبة على الجهاز راح تدوس عليها طلع لك كل الفاكيجز اللي موجودة بداخل ويندوز كل البرامج اللي ثبتها حتى اللي اللي ما لها تحديث او اللي محدثة بشكل كامل طبعاً شنو فائدة هاي المكان انه تقدر تحذف الادوات اللي ما تستخدمها مثلاً عندك هنا هاي الادات اللي خاصة بالإكس بوكس انا مثلاً ما احتاجها اقول لها انا نستطل انا نستطل وقول ليس سنشوف انه الادات قابلة قادرة على حذفها بشكل كامل الاسم اس ويذر مثلاً انت ما تحتاجها تقدر ايضاً تضغط كليك ايمين وتعملها حذف بشكل كامل يعني عدا الامكانية التحديث التلقائي لجميع البرامج ايضاً عندك هاي الخاصية الاخرى اللي هي الانستولد فاكيجز راح تشوف فيها كل البرامج المثبتة مع ذكر مصدرها وتفاصيل كاملة عنها وموقع تثبيتها على العموم تقدر تستفد من هاي الخاصية الاخرى بعملية حذف للادوات الغير مستخدمة مثلاً انا كورتانا الادات الخاصة بالبحث من ويندوز انا مثلاً ما استخدمها اقدر ادوس عليها كمينو وقل لا اقل لا اقل لا اقل لا اقل لا اقل لا يس ستر ما شوفنا جاري المعالجة وجاء يقوم بعملية تحذفها ويقل لي تم حذفها بنجاح يعني اي اداة اي خاصية اي برنامج انت منصبه ما تحتاجه عن طريق هاي الادات ايضاً تقدر تحذفه بشكل كامل حتى لو كان خاصية من خواص الويندوز او اداة من ادوات الويندوز طبعاً عن طريق الضغط على كليك ايمين وتستخدم الامر الان انستل وطبعاً ايضاً تقدر تعمل لا تجديد اذا كان عندك مثلاً برنامج بمشكلة معينة تقدر تدوس عليه كليك ايمين وتقول له راح يحذفها وينصبها من جديد من مصدر نظيف وتكون بهذا الشكل حلية المشاكل اللي متعلقة بالبرنامج اللي انت جاي تعاني منها خي نحذف على لا على التعيين خي نحذف هذا برنامج اخر طبعاً تقدر تحذف بطريقتين تحذف بطريقة الاعتيادية وتحذف عن طريق انه تكون تنطي الامر كادمن او كمدير فاذا كان عندك مشكلة بحذف الادوات بالامر الاعتيادي استخدم الامر الثاني اللي هو انستل از ادبنستريتر راح تدوس عليه بهذا الشكل وتقول له ياس اشوف انه ينفذ لك الامر بكل سهولة ويختفي عندك التنفيذ الاوامر بثواني طبعاً مثل ما اشوف عشرات او مئات البرامج اللي مثبتة على الويندوز من ضمنها ادوات وبرامج اساسية خاصة بالويندوز ومن ضمنها انت برامج انت مثبتها كلها قابلة لانه تعيد تنصيبها او تحذفها عن طريق هذه الادات في حالة انه انت ما تريد تنصب اداة خارجية وتريد تحدث البرامج مالتك عن طريق اوامر الدوز راح علمك طريقة ايضاً ما تحتاج بها حتى لهذه الادات في عملية تطوير او تحديث البرامج اللي موجودة على الويندوز عن طريق الضغط على محرك البحث وتكتب سي ام دي راح يطلع لك الكوماند برومبت او اه السي ام دي فتجي شغلها run as administrator من هنا ورح يفتح عندك الواجهة السوداء الخاصة باوامر السي ام دي فهنا تجي تكتب الامر ؟ وينs get تقول لها enter اهنا رأي اذا كان انت للمرة الاولى تدخل على هاي الخاصية فرح يخيرك ويقول لك او اه Docker to all the source agreement terms باقل الله ييس كتب حرف واي و tạiieß enter وراح تظهر عندك بهذا الشكل راح يقولك البرامج الى هذه التحديثات هي هالمها امامك بالتر 것을 اريد تحدث الكل تقول لله وينs good cop تكتب اسم البرنامج الذي يتحدثها بضغط الزر راح يقوم الويندوز بعملية تحميل البرنامج وتثبيته بشكل مباشر بدون الحاجة الى البحث عن مصدر البرنامج وتحميله يدويا. مثل ما تشوف انا كتبت اسم البرنامج طبعا تقدر اذا ما كان عندك برامج ما تريد تحدثها فقط تكتب عبارة راح يشوف انه الويندوز يحدث لك كل البرامج اللي قابلة للتحديث مثل ما راح نسوي بعد ما يكمل بعد ما يكمل الديسكورد. اكمل الديسكورد احسا نشوف انه سكسسفولي انستلت نجي مرتل له اخوين اكتب نفس الامر تقول انتر راح يستعرض لك برامج اللي لها التحديثات مثل ما شوفون عندي طبعا فتح بالخلفية مثل ما شوفون ديسكورد لانه وتحدث فخلي نسدها طبعا تكتب الامر وتريد تحدث الادوات كلها بشكل كامل تكتب وين جيت فراغ اب جريد فراغ كارحتين اي تبل ال اللي هو الال دوس علينا هذا الشكل راح تشوف انه راح يقوم بتحميل الادوات كلها واحدة والاخرى ويقوم بعملية تحديثها بشكل تلقائي انتظر اه ال سي ام دي او الكماند برومفت يكمل اه كل عمليات تحميل وتحديث جميع البرامج تلقائيا طبعا هذه الطريقة الاخرى اللي ما تحتاج اه اي اداة لعملية تحديث كل الادوات والبرامج الخاصة بالويندوز وقبل ما انهي الفيديو شباب خلينا نرجع للادوات مرة اخرى واشرح لكم بها خاصية المهمة جدا اللي راح تخدمك ايضا بي اه اثناء استخدامك لهذه الادات الديسكوفر باكيجز عن طريق هذا المربع او البوكس الخاص بعملية البحث تقدر تكتب اسم اي برنامج وراح تشوف انه الادات راح تبحث لك عن البرنامج من عدة مصادر عن طريق هذا عن طريق هذه الادات راح تقدر ثبت البرنامج عن طريق تحديده والضغط على زر التثبيت لناخذ مثال القوم بلاير اللي هو البرنامج الشهير اللي خاص بتشغيل الملتي ميديا راح يجيب لك طبعا مثل ما شوف من عدة مصادر الروابط التثبيت لهذا البرنامج تختار مصدر موثوق وليكن مثلا اه هذا الثاني تدس عليه علامة صح تقدر ايضا ترفق اه برنامج اخر لعملية التثبيت وليكن مثلا اه برنامج خلينقول اللي هو الوينزيب الوينزيب مثل ما شوف جاب لك الوينزيب من عدة مصادر طبعا ايضا تختار البرنامج بهذا الشكل بعد ما قمت بتحديث او تحديد عذرا البرامج اللي تريد ثبتها تضغط على علامة الاكس راح يشوف انه البرامج اللي انت اخترتها ظهرت بهذا الشكل بمجرد انه تضغط على انستل سيلكتد فاكيجز راح يقوم البرنامج بتحميل هذه البرامج وتثبيتها بشكل تلقائي على الوينزيب مالتك اه هذه الخاصية حبيت اشرحها لكم لانه مفيدة ايضا وحتى يكون الشرح وافي وشامل لهذه الادات ملاحظة اخيرة احب انوه لها انه في حالة اذا واجهتك هاي المشكلة اللي مثل ما شوف انه المشكلة الهاشتيك اذا واجهتك هاي المشكلة فهذا دلالة على انه المصدر اللي اخترته انت غير موثوق او الويندوز اعتبره غير موثوق فقوم بتغيير المصدر الخاص بتثبيت البرنامج راح تنحل المشكلة عندك باذن الله مثل ما شوفاني اختاريت البرنامجين اللي هو الوينزيب والقوم بلاير القوم بلاير عن طاني ايرور والوينزيب تنصب عندي بدون مشاكل اه لو جينا واختارينا القوم بلاير مرة اخرى من مصدر اخر فراح نشوف ان شاء الله انه يثبت عندنا بدون مشاكل انا هذا المصدر اللي اخترته راح ارفع عنا اشارة الصح واختار التثبيت من مصدر اخر وليكن هذا طبعا راح اقول له تثبيت مرة اخرى ونشوف اذا راح نقدر نحل المشكلة أم لا ومثل ما أرى بعد تغيير السورس الخاص بتثبيت البرنامج تثبت عندنا البرنامج بدون مشاكل عن طريق العادات نفسها وتنصب عندي البرنامج وظهر عندي على سطح المكتب هذا كل شيء الذي عندي في فيديو اليوم أتمنى أن الفيديو كان مفيد لكم وإعجابكم إذا عجبكم الفيديو تنسونا بالعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد كامو ياكم سيف قد دائم قانت قد داوي تيك فهم الله